أكدت وسائل الإعلام جنوب الأفريقية أن عددا من كبار الساسة المشاركين في اجتماع قمة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم طرح اقتراحا بإجراء تصويت على الثقة ضد الرئيس جاكوب زومة ويواجه زومة تهما بالفساد واستغلال النفوذ وضغوطا متزايدة للتنحي من كبار الأعضاء في الحزب وأعضاء من شركاء المؤتمر الوطني بعد سلسلة من الفضائح تهدد بالنيل من هيمنة الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في عام 2019